الذي رحل عنا في الرابع عشر من نوفمبر للعام الفين واربعة عشر نتحدث أكثر عن الفعاليات لأحياء الذكر الخامسة عشر لرحيله سنكون هذه الفعاليات مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ ناصر أو منصور طهبوب نائب مدير عام مؤسسة ياسر عرفة تسعة صباحك أستاذ منصور صباح خير يعطيكم العافية بس قبل ما نكمل 11 مش 14 أستاذي طبع مش مشكلة 11 11 أستاذ منصور خلينا نحكي بداية عن برنامج الفعاليات في الذكرى 15 الواقع المؤسسة تقوم بجانب معين من الفعاليات وهناك جهات أخرى تنفذ فعاليات طبعا غير ملطبطة بالمؤسسة منها قد يكون أحيانا الرئاسة قد تكون أحيانا حركات مثل حركة فتحة أو تنظيمات أخرى أو منظمة التحرير أو سفاراتنا في الخارج أو الجاليات الفلسطينية أو نوادي أو التجمعات تبادر كثير منها إلى تنظيم فعاليات بمعزل عن دور المؤسسة ولكن بمساعدة من المؤسسة كما يعني يتم في كل عام في المؤسسة تنظم حفل مركزي رئيسي يكون عبارة عن حفل ثقافي يعلن فيه عن الحائز أو الحائز على جائزة مؤسسة ياسر عرفات التي تسمى جائزة ياسر عرفات للإنجاز وفي هذا الحفل أيضا تطرح المؤسسة أحيانا بعض الإنتاجات الجديدة وتعبر عن المواقف وعما أنجزته وتنجزه وتخطط له من خلال رئيس مجلس إدارتها دكتور ناصر القدوة الذي يتحدث عادة في هذا الفعالية هذه الفعالية الثقافية أصبحت تقليد سنوي راسخ في نفس اليوم ونفس الساعة وبنفس المستوى تقريبا وتجتذب حضور واهتمام واسع سواء على مستوى شعبي أو حتى رسمي أو على مستوى السفارات والممثل الدول المقيمين في فلسطين أيضا المؤسسة لا تتأخر في تزويد كل الجهات التي تحدثت عنها قبل قليل سواء نوادي منظمات شعبية سفارات في الخارج أي جهة جامعات مجالس طلبة كذا كلها نزودها بما يلزم من مواد ملصقات صور انتاجات معينة بعض السيديهات انتاجات الفيديو أو الأرشيفية نعم وأي شيء نستطيع أن ندعم في هذه النشاطات بهدف إحياء معاني الذكرى أهم من موضوع الذكرى نحن الله يرحمه ياسر عرفات أصبح منذ سنوات في رحمة الله ودائما نحن في رحمة الله لكن ما نريده أن يكون تراث ياسر عرفات وإرثه الوطني التحرري الديمقراطي الإنساني بكل أبعاد التي كان يشكلها ياسر عرفات وما رمز له من معاني سامية هذا ما نريد أن نحييه باستمرار ونجدده ونجدد العهد بين أنفسنا مع شعبنا مع كل الأطراف بأنه كان نهجا يحتذا ويقتدى ونحتاج باستمرار إلى مناقشة واقعنا في ضوء أيضا التجارب السابقة ليكون بإمكاننا التصدي لما نواجه والتخطيط لما نطمح للوصول إليه نعم نحن نتحدث عن 15 عاما منذ استشهاد القؤود ياسر عرفات كيف تعملون مع الجيل الناشق؟ نحكي هناك مجموعة من الجيل لم يتعرف على ياسر عرفات به طريقة مباشرة نعم الواقع هذا يمكن أهم رسالة للمؤسسة اللي هي حتى في مهمتها الأساسية وفي الرؤية التي قامت عليها المؤسسة هي نقل تجربة أو إرث ياسر عرفات النضالي وطبعا ما يمثل في الفترة كلها من ثوار وثورة ومنظم التحرير وبدايات العمل الوطني كله إلى الأجيال الجديدة والأجيال المستقبلية وهذا يتم عبر برامج في الواقع المؤسسة خطط أكثر من اتجاه في هذا المجال يمكن قد يكون أهمها حاليا إتاحة متحف ياسر عرفات الذي أقامته المؤسسة ويضم ما نستطيع أن نطلق عليه الذاكرة الوطنية الفلسطينية الحديثة أو المعاصرة خلال المئة عام الأخيرة من الصراع تقريبا من بدايات القرن العشرين يعني من 1900 إلى غاية مستشهد ياسر عرفات حيث تعرض في المتحف التجربة التي يستطيع أن يطلع عليها ويطلع عليها فعليا منذ سنوات من 2016 طلاب المدارس والزوار الأطفال طبعا كله متاح للجميع لكن هذه الفئات المستهدفة أيضا يطلع عليها وبالوسائل العصرية الحديثة التي أصبحت هي أداة العصر وأداة التعلم بمعنى السمارتفون أو عروض الفيديو الأجهزة التفاعلية كلها متوفرة في المتحف وتروي الرواية الموضوعية للصراع خلال السنوات المئة السابقة تقريبا هذا جانب جانب آخر المؤسسة منذ سنوات تنظم مخيمات صيفية للأطفال تحت اسم مخيمات ياسر عرفات في عدة مناطق من الوطن وهذه المخيمات طبعا هدفها توعوي وتعريف الأجيال بجزء من تاريخهم وبأهم المعاني التي تعزز الانتماء للوطن وللفكر الحر والفكر التحرري ورفض الاحتلال وأيضا بعد ذلك منذ تقريبا سنتين هذه السنة الثالثة تنظم المؤسسة مسابقة يعني تبرت بلاشحة نقول نعتبرها تبرت ناجحة جدا هي مسابقة المعرفة الوطنية التي تنظم على مستوى الوطن حاليا الداخل في الضفة الغربية وقطاع غزة وتستهدف طلاب المدارس في صفوف في السنة الأولى بدأت حادي عشر وعاشر ثم استقرت في السنة الثانية للعواشر وهذه السنة أيضا ستكون صفوف العواشر حتى يطلع كل الأجيال على هذه التجربة المسابقة فكرتها تقوم على أن يطلع الطلاب على ما هو متوفر في المتحف من خلال الرواية التي اعتمدت لأحداث التعامل الأخيرة وهي أبرز ما مرت به للقضية الفلسطينية وبطريقة موضوعية وبدون تقديس لأي شخص ولا لأي إنسان ولا لأي تنظيم بالعكس بكل الموضوعية وعرض هذا الكلام كله للطلاب حتى يصبح قابل للنقاش والحوار والسلهام المعاني وبالتالي ترك الحرية للطالب أن يفكر وأن يأرى وأن يستنتج ما يريد ولكن كله طبعا نعتبر أنه بخدم هدف تعزيز الانتماء الوطني تعزيز التفكير الحر والديمقراطي وتعزيز الحوار وأيضا خلق أجيال قوية واثقة مطمئنة متمسكة بحقها وتعرف ما جرى من محاولات اغتيال لهويتها الوطنية ولشعبها ولكل ما يمثله الواقع الحالي الذي أيضا هم يشعرهم فيه من خلال المرور في الشارع أو التعرض لحواجز الاحتلال أو التنقل أو أي إجراءات من ممارسات المستوطنين المستعمرين الإرهابيين وهذا كله مهم سيد منصور لكن بالحديث عن هذه الذكرى بالتأكيد لا نستطيع أغفال قضية التحقيقات في استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات أين وصلت هذه القضية الجمهور بحاجة أن يعرف بعد خمسة عشر سنة الأمور يعني ما زالت طي الكتمان في الواقع مؤسسة ياسر عرفات في إطار مسؤولياتها وتفويضها وما تستطيعه هي شكلت لجنة تحقيق طبية وهذه اللجنة توصلت إلى استنتاجات وتعاونت مع الجهات في روسيا وسويسرا والنمسا وتوصلت إلى نتائج تؤكد أن المرحوم ياسر عرفات قتل بالسم والأرجح في البولونيوم وهذا لا تستطيع أن تقوم به إلا دولة لا يستطيع فرد قد تكون الأداة فلسطينية للأسف قد يكون نحن نعلم أن كل أنواع البشر ممكن أن تتواجد في أي شعب من الشعوب بما فيها الخوان أو العملاء الذين ينفذون ويكونون أدوات رخيصة لمن يأمرهم ما يهمنا أن المؤسسات تبنت وتوصلت واستنتجت وأكدت وأعلنت أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال وقتل الرئيس المنتخب الأول للشعب الفلسطيني وهذا الكلام مثبت ومعلن وأيضا مهم جدا معرفة الأداء أيضا والتفاصيل وكيف تم ذلك وهذا تقوم به لجنة تحقيق وطنية شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة أعتقد الأخ توفيق الطراوي وهي تواصل عملها وأعتقد أنهم يعني باعتباراتهم كلها أقدر على الإجابة عن السؤال هذا أنا لا أستطيع أن أجيب عنهم أما كما قلت بالنسبة للمؤسسة والشعب الفلسطيني نعتبر أنه الموقف واضح جدا إسرائيل اغتالته كان هناك قرار بإزالته كان هناك قرار بتصفيته وقرار رسمي في الحكومة الإسرائيلية ما فيش أوضح من هيك لكن متى القدرة السياسية على اتخاذ موقف يعاقب هؤلاء المجرمين ومن ارتكبوه ومن اتخذوا القرار ومن تولوا مسؤولية التنفيذ كل ذلك رهن بالإمكانيات والظروف والمتغيرات يعني إحنا برضو نتحدث هنا عن زي ما أنت ذكرت هي فكرة يعني فكرة ياسر عرفوات أو المعاني اللي يحملها هذا الاسم بالنسبة للشعر الفلسطيني إشي كتير مهم وكتير كبير يعني شو سبب تخوف خلينا نحكي الجانب الإسرائيلي أو سبب هذه الرهبة الكبيرة اللي كانوا بحسوها اتجاه شخصه خلينا نحكي اتجاه ياسر عرفوات ياسر عرفوات ياسر عرفوات ربما كان يعني ممتزج شخصيته في فلسطين وأصبح في تماهية بين الرجل وبين فلسطين وأصبح يحس نفسه طبعا دون غرور ودون كان الأمراض التي قد تعلق ببعض الناس أو بعض القيادات أو الزعماء أنهم يعتقدون نفسهم هم الوطن وهم يمثلوا وكل ما يقولونه صحيح هذا لم يكن على الإطلاق ياسر عرفوات ما يمثل كان ياسر عرفوات هو فلسطين بكل تنوعاتها لكن بفكرة المقاومة والقدرة على اتخاذ القرار المستقل وأيضا عدم اللجوء إلى أي جهة أو الارتهان لأي جهة تجبره على اتخاذ موقف وهذا عبر عنه ياسر عرفات في موقف كثيرة من رحلته قد يكون يعني أحدثها ما حصل في كامب ديفيد 2000 حين رفض كل الضغوط الأمريكية والتهديدات والإغراءات للتنازل عن القدس أو عن حق العودة مقابل تسوية فيها تفتح حنفيات الذهب على الشعب الفلسطيني أو على منظمة التحرير عقياته وأيضا ما كان يمثله ياسر عرفات من شخصية الثائر القادر على قلب الطاولة في أي لحظة إذا لم يكن هناك مصلحة للشعب الفلسطيني وللوطن وللقضية وبالتالي هو باستمرار أيضا كان قادر على التجميع وتوحيد الشعب الفلسطيني وهذه نقطة مهمة جدا استطاع أن يستقطب أو يجمع طبعا ليس وحده كان هناك دائما باستمرار من يعينه وهذا أهم شيء في القيادة أنها تستمع للمشورة الناصحة حتى لو خالفتك الرأي بمعنى أنه أنا مش ضروري بواحد ينافقني عشان أقدر أمشي الكلام تبعي ويعتبروا لكل وراي ماشي وأنه أنا بحقق إنجازات وهمية لم يكن يسر عرفاتها كذا كان يستمع ويناقش ويتوصل لقرار ويعرضوه ويرتفع صوتهم عليه ويتقبل كل ذلك هذا ما كان يخيف فيه سر عرفات إنه شخص مستقل يمثل فلسطين وعنده الطفل الفلسطيني هذا أهم من أي شيء آخر خارج الحسابات الوطنية وخارج حسابات فلسطين وحق الشعب الفلسطيني الذي خضم وظلم ولأجله قاد ثورة وطبعا من حمد الله أنه كان حوله أيضا باستمرار قاد عظام وهذا مهم العظيم يحيط نفسه بعظماء شكرا جزيلا لك منصور طهبوب نائب مدير عام مؤسسة ياسر عرفات سعد صباحك شكرا لكم مشاهدين ابقوا معنا في بقية تفخرات يوم جديد